أمس شربت خمرة في رومانيا بس أنا بصلي بقرأ القرآن كل يوم وندمان وحمد لله أمت واغدسلت وصليت أمه ومسكت المصحف هل يقبل الله مني؟ على الرغم من بشاعة الخمر وشناعتها على الرغم من كونها أم الخبائث وأنه لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وأن مد من الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن وأن الله قد لعن في الخمر عشرة لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقاها مع هذا كله فإنه لا يعظم ذنب على التوبة إذا حسنت وكانت نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم فجدد التوبة ولا يزال لسانك رطبا بالاستغفار وذكر الله عز وجل وأتبع السيئة الحسنة تمحها ويتوب الله على من تاب التوبة النصوحة صلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب صلاح الماضي بالندم على ما كان صلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى ثم رد الحقوق والخروج من المظالم والتبعات إن كانت السيئة متعلقة بحقوق لآخرين ترجمة نانسي قنقر